بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية مع حلقة جديدة من حلقتنا في مادة الكيمياء المقدمة من منصة البس المباشر في وزارة التربية والتعليم يتقدمها لحضرتكم مستر أمجد عدلي ومستر أحمد الحسين موضوع حلقتنا من عرضها يكون الباب الثاني اللي هو الكيمياء التحليلية أو بنقول التحليل الكيميائي طبعا الحلقة الماضية اتكلمنا عن تفاعلات وطرق تحضير أكاسين الحديد وأخذنا بعض الأسئلة الخاصة بقياس نواتج التعلم على العناصر الانتقالية النهاردة مستر أمجد هنبدأ نتكلم عن الكيمياء التحليل الكيميائي حضرتك كده بقى تعرفنا مستر أمجد دور الكيمياء التحليلية في اللي بتساهم في جميع مجالات العلوم المختلفة في مجال الطب والزراعة وبتساهم في مجال الصناعة أيضا في مجال البيئة هتبدأ حضرتك بتعرفنا كده التحليل الكيميائي ودوره في المجالات المختلفة شكرا مستر أحمد شكرا النهاردة بنبتدي مع بعض زي ما مستر أحمد قال لنا بالتحليل الكيميائي وده طبعا زي ما احنا عارفين الباب التاني وبيكلم عن الكيمياء التحليلية أو التحليل الكيميائي وده عبارة عن عمليات تجرأ على المادة بهدف التعرف على نوعها وتركيزها ونسبة كل مكون من مكونات عشان كده زي ما احنا شايفين كده أن علم الكيمياء التحليلية هو أحد فروع العلم اللي دخل أو ساهم بدور كبير جدا في تطور العلوم في شتى المجالات زي مثلا الطب والزراعة والصناعة وحتى في مجال البيئة تعالوا نبتدي مع بعض أول حاجة عندنا اللي هو دور الكيمياء التحليلية في مجال الطب وهنا طبعا تقدير كميات المواد الفعالة في الأدوية في مصانع الأدوية ده في مجال صناعة الدواء كمان في مجال تشخيص الأمراض عندنا تقدير نسبة السكر في الدم أو الزلال أو البوولينة أو الكوليسترول كل دي بتسهل عمليات التشخيص وعلاج تسير من الأمراض ده في مجال الطب طيب نيجي في مجال آخر اللي هو مجال الزراعة اللي هو أول حاجة طبعا بنعمل تحسين لخواص التربة عن طريق تحليل مكونات التربة بنعرف إيه العناصر اللي موجودة فيها وأنواعها والنسب بتاعتها إيه عشان نقدر نحدد هل هذه التربة هي تربة حامضية أو تربة قاعدية هقدر أعالج هذه المشاكل إزاي هقدر أحدد نوع المحصول المناسب لنوع التربة المعينة اللي أنا عملت لها التحليل ده أو هاختر أسمدة محينة لتحسين إنتاجية الأراضي بتاعتها ده بنقول عليها تحسين خواص التربة لو جينا لمجال آخر مثلا لو جينا لمجال الصناعة هنلتقي أن احنا في مجال الصناعة الكيميا التحليلية بتحدد مدى مطابقة المنتجات أو الخامات للمواصفات القياسية وكذلك تحديد نسب مثلا السبائك اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الباب الأولاني كل ده بيتم عن طريق الكيميا التحليلية كذلك في مجال البيئة بنحدد نسب الملوسات وأنواع هذه الملوسات سواء كانت في المياه أو في التربة أو في الهواء الجوي مثلا في الملوسات الغازية اللي موجودة في الهواء الجوي إذا ما احنا شايفين كده سواء كانت أكاسيد كربون أكاسيد كابريت أو أكاسيد النيدروجين وإزاي هقدر أتخلص منها وأقدر أن أعالج كل هذه المشكلات عاوزين دلوقتي نعرف من حضرتك مستر رحمة أنواع التحليل الكيميائي وكل نوع من أنواع التحليل ده بنستخدمه فيه شكرا مستر أمجد يبقى كده موضوعنا النهاردة أو موضوع حلقتنا وهو الكيميا التحليلية وكده من المستر أمجد عرضوا علينا دلوقتي اللي هو دور الكيميا التحليلية اللي ساهمت في جميع المجالات العلوم المختلفة ساهمت في الطب، ساهمت في الصناعة، ساهمت في الزراعة أيضا كان لها دور كبير في البيئة وده دور التحليل الكيميائي في المجال البيئي ومن هنا بنقول أن الكيميا التحليلية هي أحد فروع علم الكيميا اللي ساهمت بدور كبير ودور فعال في تقدم علم الكيميا عشان نعرف يعني إيه تحليل كيميائي أو كيميا تحليلية احنا بنبدأ نعمل التحليل الكيميائي وبنحدد الصيغة الكيميائية للعناصر المكونة للمواد بنحدد الرموز بتاعتها وبنبدأ نحدد الصيغة الكيميائية للمواد المكونة في حالة المخاليط وده بيتم عن طريق نوعين من التحليل الكيميائي بنعمل تحليل وصفي أو بنسميه تحليل كيفي أو بنقول تحليل نوعي وده بيكون غرض التعرف على المكونات المجهولة الموجودة ببعض المواد سواء كانت هذه المواد مواد نقية أو في صورة مخاليط مكونة من عدة مواد في نوع تاني من أنواع التحليل بنجري على بعض المركبات وده بنسميه التحليل الكمي والتحليل الكمي ده الهدف منه تقدير النسبة المقوية لكل مكون من مكونات المركب الكيميائي يبقى كده لو عندنا مركب اكس واي مجهول بنعمل عليه تاني من التحليل إما تحليل وصفي عشان نحدد مين الاكس ومين الواي يبقى أنا كده اتعرفت على المكونات المادة بنبدأ نحدد النسبة المقوية لأكس في المركب اكس واي أو النسبة المقوية للواي الموجودة في المركب اكس واي فتقدير نسبة كل مكون من المكونات الأساسية في المادة المجهولة ده اللي احنا بنسميها عملية التحليل الكميائي الكمي أما عملية التعرف على المكونات المكونات المركب أو المكونات المادة سوى كان تهزيل المادة نقية مكونة من عناصر أو أملاح بسيطة أو كان تهزيل المادة أبارة عن مخاليط مكونة من هدة مواد فده بنسميه التحليل الوصفي ومن هنا بنقول أن بنجرى عملية التحليل الكيفي الأول وبعد كده نبدأ نعمل عملية التحليل الكمي بنجرى عمليات التحليل الكيفي للتعرف على مكونات المادة وده بنشوف أنسب الطرق التحليل المناسبة يبقى أنواع التحليل الكيميائي عمليات تحليل وصفي نسميه تحليل كيفي أو نوعي ده عملية تحليل كيميائي الغرض منها التعرف على مكونات المادة أو النوع اللي بنقول عليه تحليل وصفي أو كيفي أو نوعي وده بنقول عملية تحليل كيميائي بنحدد نوعية العناصر الدخلة في المركب الكيميائي أما التحليل الكمي وده بنقول التحليل الغرض منه تحديد نسبة كل مكون من مكونات المركب الكيميائي أول نوع من أنواع التحليل وده بنسميه التحليل الكيميائي الوصفي قلنا مين التحليل الوصفي عملية الغرض منها التعرف على مكونات المادة من المادة المادة دي قد تكون مادة نقية قد تكون هذه المادة عناصر او املاح بسيطة او حتى مخاليط مكونة من عدة مواد بنعمل ايه على المادة النقية المادة النقية بنبدأ نقدر نتعرف عليها من خلال بعض السوابة الفيزيائية بتاعتها زي درجة الانسعار زي درجة الغليان زي الكتلة الملي يبال لو المادة اللي قدامنا مادة نقية اقدر أتعرف علي المادة من خلال السوابة الفيزيائية من السوابة الفيزيائية بتاع المادة من خلال معرفت الدرجة الغليان او الكتلة الملي طب لو المادة اللي مع عانيها مخلوط هنبدأ نفس المكونات المخلوط النقية ونبدأ نكشف عن كل مكون بعد الفصل بالكاشف المناسب ده اللي انا بنتكلم عليه ده تحليل كيميائي وصفي يبقى التحليل الوصفي هو عملية الغرض منها التعرف على مكونات المادة سواء كانت مادة نقية او كانت بخاليط من مكونة من عدة مواد عملية الغرض منها التعرف على نوعية العناصر الدخلة في المركب نتعرف على نوعية العناصر الدخلة في المركب نحن بنجري على المركب سلسلة من التفاعلات سلسلة التفاعلات اللي بيتم إجراءها على المركب ده بيكون غرضها الكشف عن نوع المكونات الأساسية للمادة طب هيتم الكشف إزاي؟ لما بنعمل سلسلة من التفاعلات على المركب بيحصل فيه نوع من التغيرات ناتج هذه التغيرات اللي بتحصل في التفاعل نبدأ نتعرف على نوعية العناصر الداخلة في المركب أو نبدأ نتعرف على مكونات المادة أول حاجة مستر أمجد هل عملية التحليل الكيميائي الوصفي هكون المركبات الهضوية زي التحليل الكيميائي الوصفي اللي هيحصل المركبات الغير هضوية ولا فيه اختلاف في التعرف على مكونات المركب الهضوي والمركب الغير هضوي فضل مستر أمجد شكرا مستر أمجد طبعا المركبات العضوية اللي هي زي ما حنعرف بعد كده في الباب الخامس المركبات اللي بتحتوي على عنصر الكربون فلما باجي أعمل تحليل كيميائي للمركبات العضوية أنا هنا بكشف عن العناصر اللي موجودة في المركب العضوي يعني عندنا عنصر الكربون ممكن يبقى مرتبط به عناصر أخرى زي الهيدروجين زي الاكسوجين النيتروجين عناصر أخرى كتير جدا ممكن يلتقى في المركبات العضوية فهنا التحليل الكيميائي للمركب العضوي بيتم فيه الكشف عن العناصر اللي موجودة في المركب العضوي وكذلك حاجة اسمها المجموعات الوظيفية اللي هي المجموعة اللي بتميز المركب اللي موجود قدامي زي مثلا مجموعة الو اتشي بقى في الكحولات مجموعة الكاربوكسايل في الأحماض وهكذا إنما في المركبات الغير عضوية وده اللي هيهمنا في دراستنا في هذا الباب إن احنا بنكشف عن الأنيونات الأنيونات دي اللي هي الشقوق الحامضية والأنيونات أو الشقوق الحامضية دي عبارة عن أيونات سالبة مصدرها هو الحمض اللي هو جاي منه الملح أما الجزء التاني في الكشف عن المركبات الغير عضوية فتم الكشف عن حاجة اسمها الكاتيونات والكاتيونات دي بيطلق عليها كلمة الشقوق القاعدية وهي أيونات مجبة وطبعا مصدرها هو القاعدة اللي جاي منها الملح يبقى أنا دلوقتي لما حاجة أكشف عن المركب الغير عضوي هدور على الأنيون اللي هو الآيون السالب اللي هو اسمه الشق الحامضي أتعرف عليه الأول وبعدين بعد كده أدور على الكاتيون أو الشق القاعدة أو الآيون الموجب اللي موجود في المركب الغير عضوي أتعرف عليه بعد كده دي كده اللي هي طريقة التحليل فيه أو الفرق في التحليل الكيميائي ما بين المركبات العضوية والمركبات الغير عضوية هنبتدي مع بعض نشوف الكشف عن الشقوق الحامضية ومستر أحمد حتقسم لنا الشقوق الحامضية إلى كم مجموعة شكرا مستر أمجد بالنسبة لعملية الكشف عن الشقوق الحامضية أو بنسميها الأنيونات في المركبات الغير عضوية طبعا كده بداية التحليل الكيميائي الوصفي بنكشف عن الشقوق الحامضية أو الأنيونات والشقوق القاعدية أو الكاتيونات ونبدأ ننتقل للمرحلة الثانية وهي التحليل الكامل الفكرة أو الكشف عن الشقوق الحامضية إننا كده عندنا إن الأحماض بقسمها حسب درجة السبات إلى تلت أخسام أحماض بيكون أكثر سباتا وده بيكون معنا حمض الكابريتيك وحمض الفوسوري أحماض متوسطة السبات زي حمض الهايدروكلوريك وحمض الهايدروبروميك والهايدرويوديك والنيتريك وأحماض ضعيفة السبات زي حمض الكربونيك وحمض الكابريتوز وحمض الصيوكابريتيك وحمض النيتروز وعشان كده قسمنا الكشف عن الشقوق الحامضية لتلت مجموعات فكرة الكشف أو الأساس العلمي للكشف إن الأحماض الأكثر سباتا بتطرد الأحماض الأقل منها في السبات من محالي الأملح بتطرد على شكل غاز من خواص الغاز بنبدأ نتعرف على الشقق الحامضي أو الأنيون وعشان كده قسمنا إن أخذنا من الأحماض متوسطة السبات حمض الهايدروكلوريك المخفف وده بيكشف عن الأنيونات بتاع الأحماض ضعيفة السبات فكده عندي كده تلت مجموعات للكشف عن الأنيونات أو الشقوق الحامضية أول مجموعة قم معانا ضايل HCL أو حمض الهايدروكلوريك المخفف وده بتكشف عن الكاربونات أنيون الكاربونات والبيكاربونات والكابريتيت والكابريتيت والصيوكابريتات والنيتريت يبقى هنا الكشف عن الشقوق الحامضية تلت مجموعات كاشفية أول مجموعة مجموعة حمض الهايدروكلوريك المخفف بدأ بيكون كاشف لستة أنيونات الكاربونات والبيكاربونات والكابريتيت والكابريتيت والصيوكابريتات والنيتريت مجموعة تانية مجموعة حمض الكابريتيك المركز وده بتكشف عن أنيونات الكولوريد والبروميد واليوديد والنطرات المجموعة التالتة الكاشف عن الشقوق الحامضية وهي مجموعة محلول كولوريد البرية وده بتكشف عن أنيون الفوسفات والكابريتات الأساس العلمي للكشف أن الأحماض الأكثر ثباتاً زي عندي هنا حمض الفسوريك وحمض الكابريتيك هتطرد الأحماض الأقل منها في الثبات زي الهايدروكلوريك والهايدرويوديك والهايدروبروميك والنيتريك من أملحها على شكل غاز وبالتالي من خواص الغاز هيبدأ يتعرف عليه ومن هنا بدأ التأسيم إلى ثلاث مجموعات كشفية أول مجموعة هي مجموعة حمض الهايدروكلوريك المخفف وده بتكشف عن أملح أو أنيونات الكربونات والبيكربونات وده طبعاً لأن حمض الهايدروكلوريك بيكون أكثر ثباتاً من حمض الكربونات وبالتالي يستطيع أن يطرده على شكل غاز من محاليل أملاحه أيضاً حمض الهايدروكلوريك المخفف بيكون أكثر ثباتاً من حمض الكابريتوز وحمض السيوكابريتيك وبالتالي يستطيع أيضاً أن يطرده من أملاحه على شكل غاز وده الأساس العلمي لعملية الكاشف الأساس العلمي للكاشف أن الشقوق الحمضية بتقسم إلى ثلاث مجموعات فكرة الكاشف الحمض الأكثر ثباتاً يستطيع أن يطرد الأحماض الأقل منه في الثبات من محاليل أملاحه على شكل غاز ومن خواص الغاز يمكن التعرف على الأنيوم هنبدأ كده مستر أمجاد مجموعة حمض الهايدروكلوريك المخفف ونتكلم عن الأساس العلمي للكاشف والتجارب الأساسية أو التجارب التأكدية اللي بتأكد منها من نوع الأنيوم فضل مستر أمجاد شكراً مستر أحمد طبعاً زي ما مستر أحمد قال لنا أن احنا عندنا قسمنا الشقوق الحمضية إلى ثلاث مجموعات على حسب درجة ثبات الأحماض المشتق منها هذه الأنيونات ودرجة ثبات الحمض اللي هي طبعاً درجة غليانه كل ما بتكون درجة غليان الحمض أعلى كل ما بتكون درجة ثبات الحمض أكثر وبالتالي لما جينا قسمنا المجموعات زي ما مستر أحمد قال لنا عندنا ثلاث مجموعات المجموعة الأولى فيهم اللي هي الكاشف العام بتاعها هو حمض الهايدروكلوريك المخفف وبرضو زي ما عرفنا من شوية أن الأساس العلمي للكاشف بصفة عامة عن الشقوق الحمضية هو أن الأحماض الأكثر ثباتاً تطرد الأحماض الأقل منها ثباتاً من أملحها على هيئة غازات يمكن التعرف عليها بكاشف معين أو بكاشف مناسب فهنا برضو بنفس الفكرة أن عندي حمض الهايدروكلوريك ده أكثر ثباتاً من أحماض الكاربونيك والكابريتوز والهايدروكابريتيك والسيوكابريتيك والنيتروز وبالتالي هقدر أستخدمه في الكشف عن هذه المجموع طيب لو لقينا أن التحفاعل بتاعي ضعيف شوية أو الغاز اللي طالع ما نش قادر أكشف عليه لأن كميته قليلة جداً فأنا بحتاج أعمل إيه؟ بحتاج أن أنا بس أسخن تسخين هياً عشان أكشف أو عشان أساعد على طرد الغاز الناتج وأقدر أكشف عنه بسهول يبقى أنا دلوقتي دخلت المعمل لقيت قدامي ملح مجهول ما نش عارف هو إيه هبتدي أخذ هذا الملح وابتدي أعمل عليه سلسلة من التجارب أول هذه التجارب أن أنا هاخد جزء من الملح الصلب من قير ما دهوه في المياه يعني ده المقصود وحطه في انبوب تختبار وابتدي أضيف عليه كمية من حمض الهايدروكلوريك المخفف فيبتدي يتصاعد غاز الغاز اللي صاعد هنا أو المتصاعد هنا هيكون واحد من خمس غازات من الغازات دي تعالوا نبتدي مع بعض أول غاز عندنا ممكن الغاز ده يكون غاز مصحوب بفوران شديد ويعكر ماء الجير الرائق عند إمراره فيه لمدة قصيرة أو لفترة قصيرة وهذا الغاز طبعا زي ما احنا عارفين اللي بيعكر ماء الجير هو مين؟ هو غاز ساني أكسيد الكربون وفي الحالة دي على طول أنا هستنتج أن الشق الحامضي بتاعي أو الأنيون هو إما الكربونات أو البي كربونات يعني أنا دلوقتي مش هقدر أميز ما بين الكربونات والبي كربونات بواسطة التجربة الأساسية اللي احنا بنوها عليها دلوقتي لا مش هقدر ليه؟ لأن هما الاثنين هيحصل فوران وهيتصاعد غاز يعكر ماء الجير الرائق عند إمراره فيه لفترة قصيرة هو غاز ساني أكسيد الكربون يبقى أنا هنا مش هقدر أميز ما بين الكربونات والبي كربونات ومالحة ميز ما بينهم إزاي؟ هيبقى فيه عندي حاجة اسمها تجربة تأكيدة نشوف كده التجربة الأساسية للمالح اللي بيعجب مستر أحمد شكرا بمستر أمجد يبقى كده مستر أمجد بيأكد على معلومة إن لا يصلح حمض العيدروكلوريك المخفف في التمييز بين الملحي الكربونات السوديوم أو بي كربونات السوديوم طبعا زي ما قالنا كده إن كل من هما بيكون مع حمض الهيدروكلوريك طبعا بيطلع فوران وبتصعد غاز ساني أكسيد الكربون اللي هو بيعقر ماء الجيل وهنبدأ نكشف أو نميز بين الكربونات والبي كربونات بأحد التجارب التأكيدية أما اللي لو أنا عندي الملح المجهول اللي أخدت منه عينة صلبة وضف طلع حمض الهيدروكلوريك المخفف واضطلع غاز ولينا أن من خواص الغاز ده أنه له رائحة نفازة وأن هذا الغاز بيخضر لون ورقة مبللة بمحلول ساني كورومات البوتاسيام المحمضة اللون عبرتقالي هيبدأ اللون يخضر فبنقول أن الغاز ده هو ساني أكسيد الكابريت ومن هنا بنبدأ نقول أن الأنيون هيكون عبارة عن كابريتيت أو صيوكابريتات بس بحالة الصيوكابريتات ألاقي ظاهر على جدار الأنبوبة مادة صفراء مادة الصفراء اللي بتظهر على جدار الأنبوبة ده بنقول أنه هو هنا تكون الكابريت أو نتيجة تعلق الكابريت في المحلول يبقى أنا عندي ملح صلب أخدت الملح الصلب عينها ده ملح مجهول دفطيل وحمض الهايدروكلوريك المخفف حصل إيه؟ حصل فوران الفوران اللي طلع طلع غاز هذا الغاز عكر ماء الجير يبقى ده كربونات أو بيكربونات وقلنا المخفف ليصلح ككاشف للتمييز بين الكربونات أو البيكربونات لأنه يطلع نفس الناتج في الحالتين أما الملح الصلب المجهول لو ضفنا عليه حمضة هيدروكلوريك مخفف وطلع غاز خواص الغاز كان له رائحة نفازها خواص الغاز أنه هو عند تعريض ورقة مبللة بمحلول سانيكورماط البوتاسيوم المحمضة بحمضة كابريتيك المركز اخضر اللونها أو تغير لونها من اللون البرتقالي الأخضر وطبعا لو نفتكر كده مع بعض لو رجعنا للباب الأول هيطلع بمعادل التفاعل كابريتات كوروم تلاتة وإحنا فاكرين أن مركبات الكوروم تلاتة بترى باللون الأخضر وعارفين اللون اللي عمل انتصارها للإلكترونات إيه وعشان كده شفناها باللون الأخضر فلو طلع غاز له رائحة نفازة وخضر كوروماط البوتاسيوم المحمضة الغاز ده ساني أكسيد الكابريت الأنيون حاجة من الاتنين يا إما كابريتيت يا إما صيو كابريتات بس لو ظهر مع الرائحة نفازة وتغير اللون بتاع الكوروماط الساني كوروماط من اللون البرتقال الأخضر والإيت ظاهر راسب أصفر معلق على جدار الأنبوبة ده نتيجة تغلق الكابريت في المحلول فبنقول أن ده بيكون صيو كابريتات يبقى ده بالنسبة لكشف عن الكابريتات والصيو كابريتات اللي يتكون في الحالتين غاز له رائحة نفازة ويخضر ورقة مبللة بساني كوروماط البوتاسيام هنا بقى ظهرت مادة صفراء على جدار الأنبوبة يبقى أنا كده بأكد أن الأنيون اللي معانى أنيون الصيو كابريتات ده أنا كده كشفت عن الكاربونات والبيكاربونات وكشفت عن الكابريتات والصيو كابريتات بعد كده يكون معانايا مثل الأمجاد ممكن بعد كده لو ما حصلش الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي أن الغاز المتصاعد ما كانش تساني بسيد كربون ما عكرش ماء الجير أو الغاز المتصاعد الرائحة بتاعته ما كانتش نفازة ما خضرتش ورقة مبللة بساني كوروماط البوتاسيام وممكن يحصل عندي احتمال ثالث أن يكون الغاز اللي طالع من داخل الأنبوبة هو غاز عديم اللون مين الغاز عديم اللون ده هو غاز أكسيد النيتريك اللي هو رمزه هذا الغاز لما بيتعرض أكسوجين الهواء الجوي عنده فواهة الأنبوبة بيتحول إلى أبخرة بنية حمراء نتيجة اتحاده بالأكسوجين وتكون غاز ساني أكسيد النيتروجين اللي هو يبقى في هذه الحالة الملح اللي قدامي هو ملح النيتريت يبقى إذا كان الملح كربونات أو بيكربونات هيحصل فوران ويتصعد غاز يعكر ماء جير الرقم إذا كان الملح ده كابريتيت أو سيو كابريتات هيتصعد غاز لها ورائحة نفازة يخضر ورقة مبللة بساني كوروماط البوتاسيام المحمد ومستر رحمد قال لنا إيه سبب إنها تخضر لتكون أيون الكوروم السلاسي اللي بيمتص اللون الأحمر ويعكس بقية الألوان فنراه باللون المتمم اللي هو الأخضر وإنما إذا تصعد غاز عديم اللون داخل الأنبوبة يتحول إلى أبخرة بنية حمراء عند فوهة الأنبوبة نتيجة اتحاد غاز أكسيد النيتريك مع أكسوجين الهواء الجوي يبقى في هذه الحالة الملح بتاعي هو ملح نيتريك طيب فضل لنا ملح واحد بس يا مستر رحمد اللي هو في حالة تصعد غاز ولقينا الغاز ده زو رائحة كريهة أو أن أنا بعرض ورقة مبللة بأستات أو خلات الرصاص اتنين طبعا الغاز ده هو غاز كابريتيد الهيدروجيل وعند تعريض ورقة مبللة بخلات أو أستات الرصاص بلاقي لونها بيبدأ يسود لتكون كابريتيد الرصاص اتنين وده بيكون لونه بيتميز باللون الأسود فمنقول أن الغاز ده هو كابريتيد الهيدروجين أو H2S وكده يعرفنا أن الأنيون اللي معانا كابريتيد كده كشفنا عن الستة أنيونات بتاعة المجموعة الأولى وهي مجموعة حمض العيدروكلوريك المخفف بالتجارب الأساسية قلنا أنا عندي حمض العيدروكلوريك أكثر ثابتا من أحماض الكربونيك والكابريتوز والصيوكابريتيك والعيدروكابريتيك والنيتروز وعشان كده بستخدمه ككاشف وعشان كده بترضعه من محلي أملح من أملح على شكل غاز ومن خواص الغاز بنبدأ نتعرف عليه لو خدت العين الصلبة المجهولة وقال كده تصاعد الغاز حصل فوران وتصاعد غاز عكر ماء الجير عند مرور عليه لفترة قصيرة فبنقول إن احتمال إن الأنيون أبار عن كربونات أو بيكربونات لو طلع غاز وهذا الغاز كانت رائحة تنفازة وعند تعريض ورقة مبللة بساني كورونات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكابريتيك بيتغير لنا من اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر كده معنا احتمال كابريتيت أو صيوكابريتات بس هنا بقدر أميز بين الكابريتيت والصيوكابريتات في حال تكون الكابريت بلونه الأصفر على جدار الأنبوبة ده بيكون مع الصيوكابريتات لو طلع غاز وكان هز الغاز عديم اللون وعد كده تحول إلى خربوا أنها حمراء يبقى الأنيون النيتريت طلع غاز وكان الغاز لو رائحها كاريهة وعند تعريض ورقة مبللة بأسيتات الرصاص اتنين هيسود لونها يبقى كده عرفنا أن الأنيون وعبارة عن الكابريتيت هنبدأ نترجم الكلام بتاعنا ده لمعادلات أننا دايما وأنا بكشف عن الأنيون ببدأ أثبت الكاتيون فأنا بكشف عن الكربونات والبيكربونات والكابريتيت والصيوكابريتات والكابريتيت والنيتريت حطينا هنا الكاتيون هو السوديوم في كله يبقى أنا كده معايا الكاربونات السوديوم وبيكاربونات السوديوم وكابريتيت سوديوم وكابريتيت سوديوم وصيوكابريتات وهبدأ أضيف HCL للمواد اللي قدام في حالة وجود الكاربونات والبيكاربونات شايفين نفس الناتق في الحالتين هيطلع غاز يحكي الماء الجيل وبعمل فوران ده ثاني أكسيد الكاربون طبعا التعكير بداية بيكون عند مرور هذا الغاز لفترة قصيرة على ماء الجيل أما في حالة الكابريتيت والصيوكابريتات لو بصينا ألاقي هنا طالع سوتو وألاقي هنا طالع سوتو بس الزيادة هنا في حالة الصيوكابريتات اللي هيكون الراصب الأصفر المعلق اللي على جدار العنبوبة اللي هيكون في حالة الصيوكابريتات أما في حالة الكابريتيت هيطلع غاز H2S ده اللي هو له رائحة كريهة وبيسود ورقة مبللة بخلات أو أسيتات الرصاص زي ما شايفين قدام حضراتكم كده في معادلات التفاعل خدنا غاز ساني أكسيد الكاربون دخلت على ماء الجيل لفترة قصيرة شرط طايم طلع كاربونات كالسيوم وإحنا بنقول إن كل أملاح الكاربونات لا تزوج في الماء معادة كاربونات السوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم فاللي هنا كاربونات كالسيوم ده راصب وبالتالي هيحصل التعكيد أما في حالة ساني أكسيد الكابريت لما يمر على الساني كورومات المحمدة هيطلع قدامنا هنا كابريتات كوروم تلاتة اللي شفناها باللون الأخضر طبعا لأن الضوء الأحمر تسبب في الإصارة وامتص هذا اللون وعكس للعين اللون المتمم وهو اللون الأخضر وعشان كده مركبات الكوروم تلاتة بتورها باللون الأخضر في حالة امرار غاز كابريتيد الهيدروجين على ورقة مبللة بأسيتات الرصاص طلع البي بي اس اللي هو كابريتيد الرصاص اتنين وده بيكون مادة سوداء اللون ده بالنسبة للكشف عن الشقوق الحمضية بالتجارب الأساسي حاوزين نتأكد ونميز مستر أمجد بين الكربونات والبي كربونات عشان الكاشف الرئيسي اللي هو هسي المخالف لا يصلح للتمييز بين الكربونات والبي كربونات وحاوزين نعمل تأكيد على الأنيونات التانية فهنشتغل على التجارب التأكدي هل يا مستر أمجد في التجارب التأكدية بنشتغل برضو الملح الصلب ولا في حالة التجارب التأكدية بنشتغل محلي الأملاع فضل مستر أمجد شكراً مستر رحمة طبعاً التجارب التأكدية من ضمن الفايدة بتاعتها أن أنا بقدر أميز ما بين بعض الأنيونات وبعضها زي حالة الكربونات والبي كربونات اللي أنا ما قدرتش أميز ما بينهم في التجربة الأساسية بواسطة حمض الهيدروكلوري المخفر ولكن الفرق ما بين التجربة الأساسية والتجربة التأكدية أن دايماً التجربة الأساسية عندي في المجموعاتين الأولى والتانية أنا بشتغل على الملح الصلب ولكن التجربة التأكدية دايماً في جميع الكشوف اللي احنا هنتكلم عنها بتكون على محلول الملح يعني بأخذ الملح وأبتدي أعمله محلول وأبتدي في هذا المحلول أبتدي أكشف عن الأنيون اللي عندي فهنا إزاي هميز ما بين ملح كربونات وملح بي كربونات هجيب محلول الملح وأضيف عليه محلول كابريتات الماغنيسيوم محلول كابريتات الماغنيسيوم مع محلول ملح كربونات أو بي كربونات حيتكون راسب أبيض طب إيه الفرق ما بين الاثنين في حالة الكربونات حيتكون الراسب الأبيض بمجرد إضافة محلول كابريتات الماغنيسيوم يعني على البارد ليه لأنه حتتكون كربونات الماغنيسيوم مباشرة وزي ما مستر أحمد قال لنا أن جميع الكربونات لا تزوج في الماء ما عدا كربونات السوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم أما في حالة البيكربونات فهيتكون الراسب الأبيض بعد التسخين ليه؟ لأنه حيتكون في الأول بيكربونات الماغنيسيوم وبيكربونات الماغنيسيوم بتدوب في المية وجميع البيكربونات زي ما برضه عارفين بتدوب كلها في الماء وبعد لما حسخنها حتتفكك بالحرارة إلى كربونات الماغنيسيوم ومية وساني أكسيد الكربون الراسب الأبيض في الحالتين سواء كان في الكربونات أو في البيكربونات بعد التسخين اللي هو كربونات الماغنيسيوم بيزوب عند إضافة حمض الهايدروكلوريك المخفف إلى هذا الراسب لتكون كولوريد الماغنيسيوم وكولوريد الماغنيسيوم بيدوب في المية طيب إزاي أميزة مستر رحمد بين الكابريتيت والكابريتيت في التجارب التأكدين؟ شكرا مستر أمجد هنا طبعا بنستخدم للتمييز محلول نطرات الفضة ودايما بنأكد كده على نطرات الفضة عشان هيقابلنا في الاستخدامات بتاع نطرات الفضة ككاشف ست استخدامات احنا هنا أول أنيونين بميز بينهم بالكابريتيت والكابريتيت بمحلول نطرات الفضة هنضيف محلول نطرات الفضة لما حلول المال اكس المجهول والله لو طلع راصب أبيض ولو سخناه أسود فبنقول إن ده كابريتيت أما لو طلع الراصب المتكون راصب أسود مباشرة يبقى ده كابريتيت وبنقول إن احنا بنستخدم محلول نطرات الفضة في الكاشف عن الكابريتيت وهستخدمه أيضا في الكاشف عن الكابريتيت ولما ناخد مجموعة حمض الكابريتيت المركز فبستخدم نطرات الفضة في الكاشف عن الكولوريد والبروميد واليوديد وأيضا بستخدمه في الكاشف عن أنيون الفسفات يبقى معناه أن ده له ست استخدامات معنا وبديتكرر معنا محلول نطرات الفضة ككاشف من الكواشف التحكيدية المستخدمة فعند إضافة محلول نطرات الفضة إلى محلول ملح الكابريتيت زي كابريتيت السوديوم بيتكون راصب أبيض الراصب الأبيض اللي تكون هو كابريتيت الفضة وهذا الراصب عند التسخين أسود أما بإضافة محلول نطرات الفضة إلى محلول كابريتيت السوديوم بيطلع راصب أسود من كابريتيت الفضة يبقى كده ميزنا بين الكاربونات والبيكاربونات بمحلول كابريتات الماغنسية HCL لا يصلح للتمييز بيعطي نفس الناتج ضفنا محلول كابريتات الماغنسية أبيض على البارد ده كاربونات أبيض بعد الغليان بيكاربونات بميز بين الكابريتيت والكابريتيد بمحلول نطرات الفضة راسب أبيض يسود بالتسخين بها كابريتيت راسب أسود من كابريتيد الفضة كده كشفت عن الكابريتيد والكابريتيد وتأكدت من الكاربونات والبيكاربونات بقى كده معنا أنيونينا مستر أمجاد يا ريت حضرتك توضح لنا التجارب التأكيدية المستخدمة لكشف عن أنيون الصيوكابريتات والكشف عن أنيون النيتري تفضل مستر أمجاد شكراً مستر أحمد في حالة الكشف عن أيون الصيوكابريتات بنضيف محلول اليود ومحلول اليود ده لونه بيكون بني لما هضيفه على الأنيون أو ملح صيوكابريتات محلول ملح صيوكابريتات حيزول اللون البني لليود لتكون أملاح عديمة اللون اللي هي زي ما احنا شايفين كده رباعي صيونات السوديوم اللي هو الـ NA2S4O6 ويوديد السوديوم والملحين دول أملاح غير ملونة وبالتالي هيزول اللون البني لليود أما في حالة الكشف في التجربة التأكدية عن أيون النيتريت وده احنا شرحنا مرة قبل كده السنة اللي فاتت وإحنا في سنة تانية لما كنا بنميز ما بين أنيون النيتريت وأنيون النطرات كنا بنجيب محلول الملح ونضيف عليه محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمدة بحمض الكابريتيك المركز فكان بيزول اللون البنفسيجي للبرمنجانات مع محلول ملح النيتريت ولا يزول مع محلول ملح النطرات فده نفس الكشف عن التجربة التأكدية عن أنيون النيتريت وزي ما احنا شايفين كده المعادلة باخد محلول ملح نيتريت السوديوم مع البرمنجانات المحمدة وحنا عارفين البرمنجانات لونها بنفسيجي وكانت بتعمل زي ما خدنا في الباب الأولاني إنها عامل مؤكسد ومادة مطهرة فهنا هي حتأكسد النيتريت وتحوله إلى نطارات والمنجانيز هيحصل له عملية اختزال من موجب 7 في البرمنجانات إلى موجب 2 في كابريتات المنجانيز وهنا طبعا لأن الكابريتات المنجانيزة عديمت اللون فحيزول اللون البنفسيجي للبرمنجانات دي كده التجارب التأكدية للشقوق الحامضية اللي بيتم الكشف عنها باستخدام حمض الهيدروكلوريك المخفف وأسبكوا شوية في بعض هذه الملاحظات مع مستر أحمد على الشقوق الحامضية شكرا مستر أمجاد يبقى آخر أنيون تم الكشف عنه بالتجاربات التأكدية زي ما مستر أمجاد قال لنا اللي هو أنيون النطارات النيتريت آسف وقولنا أنا بستخدم محلول برمنجانات الموتاسيام المحمضة هي بحمض الكابريتيك هتحول هذا الخليط النواتج إلى محليل خليطها بيكون عديم اللون طبعا بنبدأ أقولنا أن كابريتات أو بنقول أنها برمنجانات البوتاسيام بيكون مادة مؤكسيدة وأنا كمان بضفلها حمض الكابريتيك مركز ناتج التفاعل بتاع حمض الكابريتيك المركز والبرمنجانات البوتاسيام بيدي أكسوجين وأنا بستخدم الأكسوجين أيضا في الاستمرار بتاع عملية الأكسيدة اللي هتحصل لأنيون النيتريت وبالتالي هيبدأ يتحول إلى النطارات بعد كده بنقول من الملاحظات بتاعتنا أن جميع أملاح البيكاربونات بتزوب في الماء قلنا كل الكاربونات لتزوب في الماء ما عدا كاربونات السوديوم والبوتاسيام والأمونيوم ده اللي هيدوبهم في الماء باقي الكاربونات لتزوب في الماء كل البيكاربونات بتزوب في الماء قلنا عند تعرض ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيام المحمدة وإحنا برضو عارفين أن الثاني كرومات البوتاسيام من المواد المؤكسدة بحمض الكابريتيك لغاز الثاني أكسيدي الكابريت يخضر لونها وافتكرنا أن هي التي تكون كروم تلاتة ومركبات الكروم تلاتة ترى باللون الأخضر نبدأ نضيف لمعلوماتنا أن احنا أخذنا في الباب الأول من مركبات الكروم ثاني كرومات البوتاسيام وقلنا في الباب الأول في الأعمال الاقتصادية أن هي مادة مؤكسدة هنضف لي المعلومة بتاعتنا النهاردة أن ثاني أكسيد الكرومات البوتاسيام تستخدم كمادة مؤكسدة وبقدر أستخدمها في الكاش عن غاز ثاني أكسيد الكابريت هيتغير لونها من اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر وعرفنا أنه بيتكون كابريتات الكروم تلاتة أيضا من الملاحظات بتاعتنا مع برمنجانات البوتاسيام زي ما قلنا دلوقتي بضيف حمض الكابريتيك المركز برمنجانات البوتاسيام يستخدم كمادة مؤكسدة وهبدأ أضيف عليها كمان حمض الكابريتيك المركز إلى البرمنجانات وبالتالي بيتكون من تفاعلهما غاز الأكسوجين وغاز الأكسوجين الناتج كمان من التفاعل بيساعد في عمليات الأكسدة ويتحول أنيون النيتريت إلى نطرات لتختزال محلول برمنجانات البوتاسيام بيتحول النواتج التفاعل إلى مخليط وهذا الخليط بيكون محليل أملاح عديمة اللون من الملاحظات بتاعتنا كمان اللي احنا لما مررنا كابريتيد الريدروجين الغاز اللي له رائحة كريهة على محلول أسيتات الرصاص بيبدأ يسود لونها وسبب تغير لونها إلى اللون الأسود لتكون كابريتيد الرصاص نطبق على الحلقة بتاع النهاردة مستر عام جد بتامريل عشان وقت الحلقة أوشك على الانتهاء رضا مستر عام نشوف كده مع بعض التامريل الأولاني بيقول عندما أضاف طالب حمض الهايدروكلوريك المخفف الأعينة من كابريتيد السوديوم للكشف عن أيون الكابريتيد تصاعد غاز عديم اللون له رائحة نفاذة للغاية أي مما يلي يمكن استخدامه للكشف عن الغاز طبعا احنا لسه مع مستر رحمة أيلنا حالا إن الكشف عن غاز المتصاعد من تفاعل حمض الهايدروكلوريك مع الكابريتيد أو السايوكابريتاد اللي هو غاز ساني أكسيد الكابريت بيتم بواسطة محلول ساني كورومات البوتاسيوم المحمدة يبقى أنا هختار الاختيار رقم ده فيه التمرين تاني يا مستر أيا من الآتي يحدث عند معالجة عينة من سايو سلفات السوديوم طبعا دي سايوكابريتاد السوديوم بحمض الهايدروكلوريك المخفف يتكون راسب أسود وتصاعد غاز H2S ولا يتكون راسب أصفر وتصاعد غاز H2S ولا يتكون راسب أصفر وتصاعد غاز SO3 ولا يتكون راسب أصفر وتصاعد غاز SO2 طبعا السايوكابريتاد مع حمض الهايدروكلوريك المخفف بتصاعد غاز له رائحة نفازة يغير لون ورقة مبللة بالثاني كرومات البوتاسيوم المحمدة من اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر الغاز ده هو ثاني أكسيدي كابريت يبقى الاختيار اللي معنا يكون ثاني أكسيدي كابريت في حالة الكابريتيت ما فيش مادة صفراء على جدار الأنبوبة أما في حالة الصيق وكابريتات تتكون الرسم الأصفر معلق على جدار الأنبوب كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وإلى